أستاذة أمل فوزي مش بس كونك رئيس تحرير لمجلة عريقة جدا مهتمة بالأسرة إنما كمان كأم مستنيرة خليني أقول إيه أكتر الأسئلة بالنسبة لك المفروض تتطرح وتحضر لها إجابات مباشرة للناس بخصوص أسرهم بخصوص أولادهم طبعا أنا عايزة أقول إن إحنا 40 يوم بالضبط من ساعة ما المرض تم الإعلان عنه زي ما كنا بنتكلم قبل التسجيل قبل الحلقة لغاية النهاردة في تحول كبير حصل قوي يامونا في الموضوع إحنا الأول كنا بنتعاول مع الموضوع بشكل فكاهي إنه المسكات ويترى شكلها إيه وألوانها إيه ولما بجلنا على الوكالات بنعمل تغطيات دماء خفيف يعني سواء في البرامج أو في الصحف والمجلات لكن الحقيقة إحنا ابتدينا مع ظهور المرض بشكل واضح في إيران وانتقالوا إلى المنطقة العربية وبعدين ظهوروا في إيطاليا بشكل كبير ويمكن أنا لسه كنت بقول الزيادة في عدد المصابين تكاد تكون متولية هندسية ما هواش متولية عددية في الأول 100 بعدين 700 بعدين 1700 كل ده في أيام لا هو الحقيقة الموضوع بيصير القلق وطبعا بيقول إنه لما في أربعين يوم تسعين ألف واحد لا يبقى الموضوع حتى وإن كنا لغاية أول مبارح بنقول إن ما فيش حالات في مصر وبعدين مبارح بنقول حالتين النهاردة فيه تلاتة ولا أيا كان الحال لا هي قريبة جدا منها طبعا أول حاجة إزاي نبعد المرض عن أولادنا إزاي نقدر ندي نصايح للأسر في البيوت وإزاي لأولادي نمرة واحد يعني طبعا أنا أول حاجة مبارح اغسلوا إيديكم في كل خطوة معاكم المطهرات في كل لحظة ما تقفوش في أماكن زحمة أنا مبسوطة حتى لما بنزل في المولات مبارح أو لقيت الشباب كلهم لابسين مسكات ده كويس مش وحش ولو إن أنا أظن المسكات في حد ذاتها مش مانعة هموضوع المسكات ده هنسأل فيه بعد الفاصل المسيخية نقول إنه إحنا عملنا كده تجربة سوقية يعني في السوق نزلنا أجزاخانات كتيرة جداً كلها صيني الحاجة عشان نشوف إيه اللي متوفر والأسعار بكام وهنسأل السؤال بعد الفاصل يعني مع اختلاف الأنواع أنا بتكلم عن الأنواع التجارية اللي موجودة ده مسك عادي ده دلوقت كل طبعا الأسعار مش بتتضاعف الحقيقة أكتر من 3-4 أضعاف أسعارها الحقيقة صحيح يعني مثلا المسك ده المفروض إنه سعره العادي يعني من 20 إلى 30 جنيه في مكان لقيناه بـ 50 جنيه روحنا المكان اللي بعديه قلب 300 جنيه المكان اللي بعديه بيقول يا جماعة معلش خلص بس يعني لو عايزين نحجز لكو يعني في حالة اتحزنا بورصة وطبعا مش عارفة ماذا فعليته ده موجود ده شبهه برضو في نفس الرينج ده بـ 6 جنيه بس ما عرفش ده بيعمل حاجة ولا لأ أشك وإحنا هنسأل في ده ده العادي جدا بعضها أصلا الأغراض صناعية وبعضها بيقال أنه كورونا أصغر بكتير من مسامية كل هذه الأقنعة أنه هو لو في عدوى كورونية لو إحنا إنجاز التعبير فلده ولا حاجة ده كأنه شاش انت حطوا على جهازك التنفس العولي